طلاب الثالث الحلوين شلونكم وش أخباركم كملوا إياكم درس طرق تحليل حدوديات الثلاثية اليوم عدنا طريقة جدا جدا مهمة بالفصل الثاني اللي هي طريقة التحليل بالتجربة احنا اول شي لازم نعرف شنه هي الحدوديات اللي تتحلل بالتجربة اش وقت اني ألجأ لطريقة التجربة شوف حبيبي اذا شفت الحد الاخير ما لجذر تربيعي او اذا شفت الحد الاول ما لجذر تربيعي وغالبا ما تكون اشارة الاخير سالبة طبعا انت تقدر تعتمد على الشرط الاول فقط اذا شفت الاول او الثالث ما لي مربع كامل يعني ما لجذر تربيعي تقدر مباشرة تحلل بالتجربة ومن اسمها تجربة ركز على الاسم تجربة يعني احنا راح نجرب انه نضرب اعداد حتى نطلع عندنا الحد الوسط شوف هسه هنا عندنا هاي الحدودية الاولى احتيادة راح نحللها بالتجربة لان الواحد وعشرين عدد ما لجذر تربيعي تمام حبيبي تمام تعال تجي للاكس تربيع يابا انت مين اجيت يابا يقول ان اجيت من ضرب اكس في اكس حدو اجي للاشارات هاي غلطولي بالاشارات شوف حبيبي الاشارات سهلة اشارة الوسط خليليها بالقوس الاول بعدين اضرب لي هاي الاشارة بهاي موجة في الموجة تحطها هنا موجة الواحد وعشرين مين جاي حتى يطلع للحد الوسط اقول جاي من سبعة ضرب ثلاثة خل اجي اتحقق من راح اضرب القريب في القريب والبعيد في البعيد لازم ناتج الجمع او ناتج طرحهم يطلع لي الحد الوسط هسه بما انه الاشارات مش شابهة احنا راح نجمع شو موجب سبعة في اكس موجب سبعة اكس تمام حبيبي تمام موجب ثلاثة في اكس موجب ثلاثة اكس سبعة زائد ثلاثة عشرة وينزل الاكس والاشارة موجب اذن طلع لي الحد الوسط تمام حبيبي طبعا هاي الخطوة انت تتحقق من حلك صح له غلط غير مطلوبة منك بالوزارة هاي تمام حبيبي خلجي للحدودية الثانية ركزوا اياي ايضا اثنعش مال جذر تربيعي افتح مباشرة قوسيا الواي تربيع جاية من ضرب واي في واي وهنا انا عندي موجب والموجب في السالب هو سالب الاثنعش مال جاية شوف حبيبي هاي هسه راح يقلولي ستة في اثنين طبعا بس انت شوف بما انه الاشارات مختلفة عندك يعني انت راح تطرح احتياد مية بمية تطرح وتقول يا عدد يعني حاصل ضربهم ينطين اثنعش من اطرحن لازم الناتج واحد اذا قل ستة في اثنين الستة من اطرحها من الاثنين يطيني اربعة ما ينطيني واحد فاش اقول اقول اربعة فيش قد حبيبي اربعة في ثلاثة شوف من تقلي اربعة في ثلاثة ها راح نقول اربعة في واي موجب اربعة واي ناقص ثلاثة واي هو موجب واي طبعا ها انتبه دائما العدد الاكبر تخلي ليال اشارة الحد الاول شوف هنا انا ديجي هنا زت تربيع ناقص زت ناقص ستة ايضا تجربة مثل ما علمني انه هنا انا زت وهنا انا زت وهنا انا ناقص ناقص في الناقص زات الستة مين جاي اكيد جاي من ثلاثة في اثنين بس طبعا شوف حبيبي واعيد اكرر على هاي الملاحظة دائما العدد الاكبر خليلي اياه هنا اشارة الحد الوسط هاي شوفها خليه هنا انا زت اجي هنا يا ابي ايضا الاثمنطعش مالها جذر بس تفتح قوسيا قول هاي الاكس تربيع مين جد جاي من اكس في اكس الاشارات هنا سالب سالب في الموجب عفيه سالب زيان الاثمنطعش مين جاي هسه راح تقللي تسعة في اثنين اقللك حبيبي غلط انت التسعة من تجمعها وين اثنين ينطيك اهداعش انا اريد كون عدديا نشوف لين الاشارات مش شابهة فاعتياد احنا راح نجمع طيني عدديا من تضربهم ينطيك اثناش بس من اجمع حين ينطيني تسعة يا عدديا عافية راح تقللي ستة في ثلاثة شوف الستة من اجمع هاوي لثلاثة شين ينطيني ينطيني تسعة اكس تمام حبيبي نجي نحل هذا ايضا نفس الحالة تجربة واي تربيع جاية من واي ضرب واي موجب ينزل موجب في السالب سالب السبعة وعشرين مين جاية عافية من تسعة في ثلاثة ايه تسعة وهي ثلاثة وينطيك طبعا الحد الوسط اذا تتحقق تضرب لي القريب في القريب تسعة في واي موجب تسعة واي ثلاثة في واي سالب ثلاثة واي موجب تسعة واي سالب ثلاثة واي هو موجب ستة واي يطلع لك الحد الوسط تجي هنا نيابي ايضا تفتح لي قوسيا مثل الوريد تقول اكس تربيع جاية من اكس في اكس وهنا عدنا سالب السالب في السالب موجب عافية العشرين مين جاية يلا حبيبي قل للعشرين من جاي جاي من ضرح الستة وراح تقول لي أكيد عشرة فيه اثنين أدره بيك بابا انطيني عدديا من تطرحن الناتج واحد عشرة من اطرحها من اثنين الناتج ثمانية ما يصير فشني أقول العشرين جاي من طرح خمسة مضروبة في أربعة وهنا بما أنه كواي تربيح فجاي من واي في واي هس إذا تتحقق راح تقول خمسة واي في اكس سالب خمسة اكس واي زين اكس في أربعة اربعة اكس واي والإشارة موجبة من تطرحن يطلع لسالب اكس واي هو اللي يريده آني طبعا ما جاي يتحقق على الحدوديات كله لين ترى كله نفس التحقق هيا ما جاي يكتب لك ياه بالحدود كله كونك تت يعني اعتقد افتهمتها من اول مرة اجي هناني الخمسة عش والزي التربية اشوف الخمسة عش ما لا جذر قبل احللها تجربة حدودية ثلاثية تحلل بها طريقة حبيبي بطريقة التجربة شنو السبب؟ السبب انو الحد الاول ليس مربع خمسة عش جاي من خمسة ضرب ثلاثة تمام يا با تمام هذا ناقص الناقص في الزائد ناقص يعني سالف الموجة بسالف زت تربيع جاي من زت في زت ويطلع لك الحد الوسط ثمانية تمام يا با تمام نجي هنا هنا شوية ركز لانه هوا يغلطون هنا تفتح لي ايضا قاسيا تقول يا با ستة اكس تربيع من مين جاي ستة اكس تربيعي يا با جاي من ثلاثة اكس مضروبة بشنو مضروبة باثنين اكس نقل لك ايو اوكي يلا كمل هذا موجب وهذا موجب بس ركزي هنا السبعة وين تخليها لي والواحد وين تخلي السبعة جاي من واحد في سبعة بس انتبه 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 شوف حبيبي نعيد ونكرر ونقول انتبه ومرت الثانية انتبه والمرة العشرة انتبه من تجي تقول سبعة جاي من سبعة في واحد إذا خليتلي هنا فرضا واحد وهنا سبعة ما رح يطلع لك سبعة عشر مستحيل بس منها حط هنا سبعة منها حط هنا واحد خليها تحقق هيج حدوديات تحقق سبعة في ثنين اربعة عشر اكس ثلاثة في اكس ثلاثة اكس اربعة عشر وثلاثة سبعة عشر اكس طلع للحد الوسط انت جرب خلي للواحد هنا والسبعة هنا مستحيل يطلع لك الحد الوسط ما يطلع تمام نجي للحدودية اللي بعدها نجو اياك لهذا المثال الخطر هذا المثال جدا خطر لازم تركز ويا يا حبيبي علي يلا بابا باو علي تيجي ايضا ما مو مربع فاتقو بالتجربة ما عنده غيرها ماكو ماكو عامل مشترك ماكو مربع كامل اكو بس تجربة زين السبعة واي تربيع من جاي حلو مين جاي يلا جاي من واي مضروبة بسبعة واي الزين الاشارات هنا سالب السالب في السالب موجب يابا موجب خوش بقتل ثمانية مين جاي جاي من أربعة مضروبة بشني مضروبة بثنيان زين الستة اكيد راح تسئل راح تصير فضولي وادر بيك راح تصير فضولي راح تقول عامل يش ما نخلي هناني السبعة واي وهنان الواي وهنا هالسالب بسالب اذا خلي يتهب يعني بهاي اللي شو نقول احنا بهاي الترتيب انت احتمال راح تغل اشوف هن نحلك بغير يعني ورقة هس احنا حليناها هنحل كامل هنحل بغير ورقة هناني نفس العبارة السبعة واي تربيع تمام ناقص ستة وعشرين واي انت هناك اجرب من اسم هي تجربة بابا باوع الحبيبي اتبهوا اياي اهنان اش راح نسوي راح نجي نقول يابا هايا قاسيا هايا قاسيا يابا هايا سبعة واي وهنانا واي ناقص ناقص في الناقص زالت هسه شجيني تجي تسوي انت بنضحط اربعة وهنان اثنيا ما يطلع لك الهد الوسط تمام هنحط بلا اربعة وهنحط هنجرب هس انا جاي نجرب شوف اربعة في واي هو سالب اربعة واي سبعة في اثنين هو اربعة طعش والاشارة موجب امو اربعة طعش ضد الله عشرة واي والاشارة موجب اوه احنا اتا عندك عشرة واي غلط ما عندك لازم ترجع تعيد شوف تعيد تحلي اياها مرة ثانية هنا بدل لعداد سبعة واي وهنا نواي وهنا سالب وهنا موجب بدل ما تتح我不必 لالاربعة هنحط لهن اثنيا وهنحط لهن اربعة الليو ما يصير يصير حبيبي سالب اثنيا في واي هو سالب اثنيا واي سابعة في اربعة هو ثمانية و عشرين مو حبيبي ثمانية و عشرين والاشارة موجب اطراح يطلعindreك ستة و عشرين والاشارة موجبة اذن تقدرت يعني تخلي لي مثلا ان هنا انا سبعة واي وهنا انا واي بش بشرط لازم تخلي لي هنا يعني الأربعة تسويها من ذاك الطرف هنا نتخلي الأثنين هناك أربعة فأنت حلها مرة إذا لازم تتأكد هنا شوف حبيبي لازم نتأكد من الحل حتى نعرف الحل مالتنا صح أو غلط نجي للحدودية اللي بعدها عندك 15 مال هي يعني مربع كامل مباشرة عندنا تجربة فقط يلا حبيبي 15 عين من مين جاي لـ 15 جاي من 5 ضرب 3 يابا تمام تمام هنا موجب وهنا أيضا موجب زيان بقتل 2H مين جاي ها 2H مين جاي حتى يطلع لي يطلع لي ناتج الحد الوسط لازم 11 خلي هنا أنا 2H وهنا أنا فقط H خلعي شوف يطلع الحد الوسط لو ما يطلع شوف اثنين في ثلاثة ستة H زيان خامسة في H خامسة H إشارتين موجبات تجمع ستة وخمسة 11H والإشارة موجبة إذن الحل ما لك صح لو فرضا أنه أنت يعني بدلت الأعداد يعني شنو سويت بقى حبيبي يعني مثلا أنه خلي هنا أنا H وهنا نخلي هنا خمسة وهنا نخلي هنا ثلاثة هنا نخلي هنا ثنين نفس الحالة يعني يعني مستحيل يقبل الغلط هنا لأن الإشارات هو شي موجبة ثاني شي متبايلة بسيطة المتبايلة البسيطة بنشوف بها الحد الأول يعني ما ويا بعد شغلة يعني مواي وعدد إذا واي وعدد شوي يصير هنا فد إشكالات شرعية كن ما تغلط بيه أجي هنا حبيبي أيضا عدني طريقة تجربة تجي X بX وهنا سالب السالب في الموجبة بسالب يابا عشرين من مين جاية حتى يطلع لتسعة أكيد جاية من خمسة Y مضربة بأربعة Y تمام يابا تمام يطلع لك تسعة تمام تمام آخر وحدة شوف حبيبي العفو آخر وحدة منطقية فراغات تقول فراغات تجيب الوزارة معقول عمو هيج يكتب يا حبيبي تجيب الوزارة فراغات جسنا من السنوات على الشسم الفرق ما بينه مكعبين يجا فراغ ديربالك انتبه ليش صياب قلتا منشفت الحد الأخير مو مربع إذن هاي التجربة X تربية قايل لك X في X يريد الإشارات هاي الإشارة موجبة هاي موجب موجب في الموجب ها موجب زيان العشرين من جاء خمسة مغربة باربعة وفضت راحت بس تمام يا بي تمام هاي طريقة تحليل شنو حبيبي هاي طريقة تحليل التجربة طبعا طريقة جدا مهمة أخذتك 12 مثال هنه ذني الأكثر شي يعني مهمات بالكتاب طبعا اختارت لك الأمثلة الصعبة على موضوع التجربة ننتقل الخاصية جدا مهمة وهواء طلاب يوقعون بالغلط بيها اللي هي خاصية التجميع والتجميع مع المعكوس بقويانا نكمل وياكم حبايب قلبي وصنّل خاصية التجميع والتجميع مع المعكوس اللي هي آخر طرق تحليل الحدوديات شوف حبيبي طريقة التجميع والتجميع مع المعكوس خاصة بالحدوديات الرباعية وهس راح تسألني شنو الحدوديات الرباعية شوف حبيبي الحدوديات الرباعية هي الحدوديات اللي تتكون من أربع حدود بينها ثلاث إشارات أربع حدود تلقى ولازم ألقى ثلاث إشارات واضح حبيبي شنسوي أول شي راح أشرح لك التجميع طبعا طريقة جدا بسيطة شوف حبيبي اول شي ومنطق اربع حدود انت كل اثنين خليلي اياهنا بقوس تمام كل اثنين بيانات عامل مشترك من راح تطلع للعامل المشترك راح يكون عندنا اقواس متشابهة تاخذ لواحد من هاي الاقواس وتجمع للعوامل المشتركة في قوس مجموعة هس راح افهمك اياه اكثر باربع امثلة طبعا ايجالنا هاي السنة دور اول 2021 شوف حبيبي تيجي هنا كم حد عندك هذا اكيد عندنا اربع حدود ما عندنا غير التجميع والتجميع مع المعكوس طبعا احنا ما ندرى هسه شوف طبعا من يطلع لأقواس مش شابه هذا تجميع من يطلع لأقواس متعاكسة هذا معكوس حس افهمك على المعكوس شنو اول شي تيجي ليابه تاخذ لهذا اربع اكس تكعيب ناقص ثمانية اكس تربيع بقوس خوش كل اثنين اخليين بقوس نزل الزائد وخليلي هذا بقوس خمسة اكس ناقص عشرة الحد هنا ما سوينا على المذرة ولا جبنا مفاعل نهوي كل اثنين خليتهم بقوس واضح طبعا هذا الزائد نزلته بره القوس خمسة اكس ناقص عشرة اوكي تجي هنا حبيبي الثمانية والاربعة منه العامل المشترك وهذا الاربعة طلع بره الزغير طلع بره هذا الاربعة يطلع زين من الاحرف عندك يا حبيبي عدي اكس تربيع طلع لي يا بره تجي عيني اربعة تقسيم اربعة راحت اكس تكعي بيروح منها اكس تربيع ضل بس اكس ناقص ينزل ثمانية كم اربعة حبيبي بيها اثنين اكس تربيع راحت واي اكس تربيع ما ظلال الشي سد القوس زاد هنا شنو العامل المشترك هو فقط الخمسة انا ازلي خمسة تقسيم خمسة راحت ضل بس اكس ناقص عشرة تم خمسة بيها اثنين شوف حبيبي باوع لي هنا زين شنو طلع لك يا عمري باوع طلع لي هذا قوس نفس هذا القوس اخذ واحد منهن السرعة تسألنا اخذ هاد له هاد بابا واحد منهن غير مش شافات واحد منهن انزلي شوف عمري هذي اكس ناقص اثنين نزلنا وهذي خلي لي ياواي هذا بعامل مشترك يعني بقوس مجموعة شوفوا اربعة اكس تربيع زاد خمسة فضت راحت مبروك عليك لي هنا انت حصلت يعني عشر درجات طبعا جانهو علي خمس درجات همو عشرة خمسة اجعلي اوكي نجي هنحل هذا المثال ايضا عندنا حدودية رباعية وثلاث اشارات ما عندي غير هاي الطريقتين لو تجميع لو تجميع مع ماكوس خل اجمع وشي كل حدين بقوس مجموعة ثلاثة واي تكعيب ناقص ثلاثة واي تربيع اوكي هبيبي جمعت الاول اثنين بقوس نزل ناقص خمسة واي زائد عشرة اوكي حد هنا احنا ما سوينا علم يعني ذرة ولا سوينا مفاعل نووي اجي اسحب العامل المشترك الاصغر من هو العامل الاصغر بيناتن هو لثلاثة نزل لثلاثة عامل المشترك تقدر تقول عامل المشترك اكبر مو اصغر الواي تربيع اسحبه الزغير هذا من الاحرف تجيابه ثلاثة راح اتوي لثلاثة واي تكعيب راح واي تربيع ضل بس واي ناقص ستة شم ثلاثة بيها اثنيا واي تربيع راح اتوي واي تربيع سد القوس ناقص خمسة والعشرة ايه خمسة عامل مشترك خمسة تقسيم خمسة راح اتضل بس واي زائد عشرة تم خمسة بيها اثنيا وهمباوة حبيبي شنو طلع عليك قوسيا متعاكسات هناني نعم نانا القوسيا متعاكسات يعني شون ما نقول احنا هنانا عكس الاشارة طلعتنه هسا هنا حبيبي اريدك تركز وياي على فقرة جدا مهمة وهواي طلاب راح يغلطون بيها انت بهلي زين انت عامل مشترك سحبنا خمسة ويمها سالب من تجي تقسم لعشرة على يعني سالب خمسة ات كاتب لي موجب ايهنا ركز وياي ايهنا الاشارة انت من طلعت لقوسيا وهنانا واي ناقص اثنيا ايهنا نهم عندك لازم واي ناقص اثنيا زينانا شنو الغلط اللي سويت ايه حبيبي غلط انت من قسمت موجب عشرة على سالب خمسة شنو يطلع لك لازم سالب اثنين فهنانا واي طلاب راح يغلطون يعني لذلك انتبه فنجي هنا حبيبي باوع ثلاثة واي تربيع اخليها بقوس مجموعة وننزل واحد من ذن وركز لي على الملاحظة ما للاشارة يعني متى قصد انه اكتبها لك حتى اريد انبهك على هاي الاشارة من اقسمها على اشارة سالبة هي سالبة تمام يا با تمام نجي نحلد اني يعني اخر مثاليا عدنا على خاصية التجميع طبعا جاي نحكي عليه تعالي هنا اسحب لكل اثنين بقوس واحد وعشرين ناقص ثلاثة اكس اوكي حبيبي زاد عدنا هناني خمسة وثلاثين اكس تربيع ناقص خمسة اكس تكعيب بقوس مجموعة زيان اكواحد بيكم هسا خير يقلي شن العامل المشترك بين الواحد وعشرين وبين الثلاثة اكيد يعني كلكم خيرين وراح تقلولي يابا شن العامل المشترك ندر بيه ثلاثة طلعلي لثلاثة عامل مشترك هاي لثلاثة واحد وعشرين شن من ثلاثة بيها سبعة ناقص ثلاثة تقسيم ثلاثة راح اضل شنو بس اكس يابا زاد الخمسة وثلاثين والخمسة هو الخمسة ومن الاكس اخذ اكس تربيع اللي هي الزغيرة خمسة وثلاثين تقسيم خمسة بيها سبعة اكس تربيع راح اتويه اكس تربيع شوف اهنا منها قسم سالب على موجب هو سالب شوف مو تغلط دير بالك خمسة تقسيم خمسة راح اكس تكعيب تقسيم اكس تربيع ها هو بس اكس راح ايضل يعني انا راح تختصرها ناقلي شوف طلع لك نفس اللولة طلعت نفس الاقواس اخر خطوة شا سوي هذا وهذا خلي هنا بقوس يابا انت ثلاثة انتوا تطالعين برا دغلوا بقوس دخلناهم بقوس وانتوا اثنيناتكم اخذ واحد منكم يابا هاي سبعة ناقص اكس تمام يا بي تمام خوش هذا ما راح احلي هذا اريد انت واجب تحليه طبعا معرفت اللي مال تيمك موجود اللي هو اعتقد على ما اذكر دريم الفين واربعة عشر اعتقد هو هذا المعرف موجود بالقناة قدروا ندزولي الحل يعني على هذا المعرف الحل مال هذا التمرين لان لازم نطيكم لازم نشوفكم شنجا يتحلون ما تحلون تمام يا بي هنتأكد لكم فقط من المعرف اوكي دريم وهنا نعدكم اتش اي واحد يحل هذا التمرين دزلي اياه هنا انا اصحح الى واشوف اماكن الخطأ مالت تمام يا بي تمام خلاصنا وياكم من موضوع خاصية التجميع هسا شوف حبيبي التجميع انت اذا افتهمت للتجميع افتهمت التجميع مع المعكوس هسا راح اوضح لك شنو التجميع مع المعكوس كمل وياكم حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو اللي هو اخر موضوع عندنا هو خاصية التجميع مع المعكوس ركز وياي شنو معكوس اجاننا دور اول هذا اجاننا دور اول اوكي شنو معكوس انو معكوس حالة حالة تجميع فقط اخر خطوة راح يطلع لك انو الحدود معكوسة يعني واحد اكس الثاني انت ش تسوي تغير الشارط الوسط وتقلب لترتيب الثاني ركز وياي على هذا المثال مثل الحتي يعني هناك ناخذ كل اثنين واحد واحد وعشرين يابا واي تكعيب هيا واي تكعيب ناقص سبعة واي تربيع اوكي اوكي هيا زاد نزل لي ثلاثة ناقص تسعة واي اوكي سحب لي العامل المشترك اللي هو هنا أنا سبعة وايضا الواي تربيع يلا قسم واحد وعشرين شم سبعة بها ثلاثة واي تكعيب يروح واي تربيع ظل بس واي ناقص سبعة تقسيم سبعة واحد واي تربيع تروح واي واي تربيع فهناني يظل عدي بس واحد زين زايد هاي زايد ثلاثة اسحبها عامل مشترك ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد والتسعة شم ثلاثة بها ثلاثة والواي ينزل انتبه ايهناني راح يقل لك يا بيت ارى الالف ومزق لا يستطيع السير انتبه وياي هنا شنو هنا شنو واحد عكس الثاني ايش يتسوي يعني راح يتسوي هنا مفاعل نووي هالساعة المكشون سبعة واي تربيع تنزل هاي ثلاثة واي ما العلاقة بها القوس الأول دائما ينزل هذا الموجب شي يصير يصير سالب ويقلب لهذا الثاني كتبه لي مثل هذا صعب والله سهله ثلاثة واي ناقص واحد هاسا شنو نرجع الامور طيبة لامور اجمع لي هذا وهذا بقوس سبعة واي تربيع ناقص ثلاثة خلي لي بقوس وخلي لوحد من ذن ثلاثة واي ناقص واحد تمام يا بي تمام اوكي خل اجل هذا المثال انه مثال جاء في الدور الاول ومثال جدا مهم 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 لان هذا المثال اللي عليك واجب ترح تهلي نفس الطريقة شوف انت من تجي للستة ومن تجي للتسعة اثنين هن ما اقدر اخذ لها ولا ها عامل مشترك بس باع هل افهم اكفت تسعة جاي من ثلاثة في ثلاثة شن الشي المشترك بياناتن اكيد لثلاثة فأنت تسحب لثلاثة عامل مشترك تمام يا بي هاي لثلاثة عامل مشترك زت تربيع اسحب هاي ايضا عامل مشترك تجي هناش السوي باع شا تقول تقول هاي الستة هاي الستة كم ثلاثة بيها اثنين زت تك عيب يروح منها زت تربيع ضل بالزت تمام يا بي تمام ناقص ينزل تسعة شم ثلاثة بيها ثلاثة وزت تربيع راح اتوية زت تربيع نزل لي زائد ايضا بين الثمانية وبين الاثنعش نفس الحالة الاثنعش جاي من اربعة في ثلاثة والثمانية جاي اقول اثنعش جم اربعة بيها ثلاثة ناقص ثمانية جم اربعة بيها ثني زت اوكي اوكي طلع لي هنا نشوف عكس الحدود يعني هنا نشوف هذا مقلوب شا سوي قلت لك نسوي مفاعل نووي اللي هو ش راح نسوي شوف حبيبي راح تجي تنزلي الاول نفس ما عندك بي اي لشارة البنص قلبها الي واعكس لترتيب ها نفس هات كتب نينزيت ناقص ثلاثة هس اش سوي اخذ لواحد منه نزل ليا ثلاثة زت تربيع ناقص اربعة عجم هنبقى وسواحد من ذن ينزل نينزيت ناقص ثلاثة ومبروك عليك الحل النهائي هو هذي نجي اخر مثال رح احل اليك وارد هذا المثال صير شاطر وحريص على مستقبلك ودز الي على هذا حتى نشوفك تابعوا اينا لولا يلا حبيبي نجي نحل هذا المثال اسحب ايضا كل اثنيا يعني خمسة تي تكعيب اوكي ناقص خمس تي تربيع هاي تي تربيع اوكي ناقص طبعا هو هنان هذا ناقص انا ناقص هنقلك ناقص يابه هنقلك ناقص شتقول نقلك ناقص لو لا هي زائد هذا سالب اثنيا طبعا هو سالب اثنيا تي زائد الستة لان هاي الاشارة شوف هاي الزاد انا انا جاي اجمع الحدود اربعة هاي الاشارة ما سالب اثنيا عادي اوكي اجي اسحب خمسة عام المشترك والتيتر بيع عام المشترك واقول خمسة وهي الخمسة راحت تي تكعيب راح منها تيتر بيع ضل بس تي ناقص خمسة طعش خمسة بيها ثلاثة اوكي اوكي يا بيش اسحب عام المشترك عافية راح تسحب لي لاثنين وهو تتغير يعني التلو ساحب لي من البداية حاطل السالب عادي مايصير ايشي ترى فهنان راح يصير هنا سالب اثنين اوكي هذا سالب يعني اثنين سحبنا برا وراح يضل عدي هنا نتي ماشي موجب ستة تقسيم هذا سالب اثنين اش قد ياظي انت قلش قد قلني ستة تقسيم موجب ستة تقسيم سالب اثنين هو سالب ثلاثة اوكي اي سالب ثلاثة شوف شنو طلع لي طلع لي نفس الاقواس اذا هذا شنو هذا ما راح نسميه تجميع مع معكوس هذا تجميع طبعا شوف احنا من نحل السؤال ما ندري به هذا تجميع له هذا تجميع مع معكوس انت اذا صار عندك عكس الاقواس بس بدلي الاشارة طلب لي تقليد يعني ترتيب الثاني اما اذا طلع لك نفس الاقواس طيبة الامور نزلياها نقبل خمسة تي تربيع ناقص اثنيا وهنا نيابة تي ناقص ثلاثة وهذا عليك انت تتحلل شوف حبيبي ارجع وكرر وطبعا بالامتهاء الوزاري ما راح يصير خير ويقول لك يا بي تعال هل هذا تجميع له تجميع مع معكوس مستحيل راح يقول لك حل الحدودية الاتية انت من ينطيك سؤال تحليل الحدودية شوفتها حدودية ثنائية عندك عام المشترك فرق ما بين مربعين فرق ومجموع مكعبين شوفت هي ثلاثية عندك عام المشترك مربع كامل تجربة شوفت لياها رباعية عندك لو تجميع لو تجميع مع معكوس هاي المحاضرات ما للتحليل اذا ضبطت لياها مبروك عليك الفصل الثاني صار زلاطة عندك دمتم في امان الله